الرئيس التركي رجل طيب إردوغان أكد أن مصير أقليم شمال العراق سيكون العزل عقب الاستفتاء مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني أن بلاده وإيران سيتحاوران مع الحكومة المركزية العراقية فقط أعتقد أن إدارة أقليم شمال العراق سيكون مصيرها العزلة وتصميم تركيا وإيران على موقفهما الموحد في هذا الشأن واضح من الآن فصاعدا سنتحاور مع الحكومة المركزية العراقية وهذا الاستفتاء نعده غير شرعي على الإطلاق لقد تصدرت أجندتنا المسألة العراقية التي نعمل على حلها عبر آلية ثلاثية في الوقت الراهن